أهلا بكم أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع تحمله لمسئولية إخفاق المنتخب في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر مؤكدا أنه لا مبررات لهذا الإخفاق وودع المنتخب الأولمبي البطولة من الدور الأول بعد الخسارة القاسية أمس الأحد أمام منتخب أندونيسيا بنتيجة أربعة أهداف لهدف وعلق أبو زمع على هذه الخسارة مشيرا إلى أنه خطط لتسجيل هدف مبكر لكن عدم استثمار الفرص حال دون ذلك يحل العهد اللبناني ضيفا على النهضة العماني غدا في لقاء إياب نهائي كأس الاتحاد الأسيوي عن منطقة الغرب ويأتي العهد اللبناني إلى العاصمة العمانية متفوقا على النهضة بهدف النظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم في مدينة كربلاء العراقية المعتمدة أرضا للفريق اللبناني الذي يكفيه التعادل للعبور إلى النهاء القر الثاني في تاريخه في حين يأمل النهضة أن يستفيد من عامل الأرض لقلب الطاولة على العهد في مسعاه لإبقاء اللقب عمانيا بعدما أحرزه السيب في الموسم الماضي يحل إنتر ميلان ضيفا على جاره ميلان الليلة في ديربي الغضب الذي يأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدور الإيطالي تفاصيل أكثر في هذا التقرير على ملعب سانسيرو يترقب أشاق الكالتشو الإيطالي ديربي الغضب أو ديربي ميلانو الذي يجمع قطبي المدينة إنتر ميلان وإيسي ميلان ميلان صاحب الأرض والجمهور يعاني من تراجع في النتائج خلال الفترة الأخيرة لذا يسعى للعودة إلى المسار الصحيح من بوابة الإنتر من أجل الحفاظ على أماله في المنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الكالتشو من جانبه يسعى الإنتر إلى استغلال هذه المواجهة لتأكيد تفوقه وتعزيز موقعه في صدارة الجدول من أجل الاقتراب من حسم اللقب حيث يملك الإنتر في رصيده 83 نقطة متقدما على ميلان برصيد 69 نقطة مواجهة لها خصوصيتها ولا تعترف بالرصيد النقطي ميلا سيحاول الفوز من أجل إسعاد جماهيره والإنتر يطمح بالمضي قدما نحو اللقب العشرين في تاريخ النيراتزوري بعد الهزيمة في الكلاسيكو طلب المدرب تشافي هرناندز اجتماعا عاجلا مع إدارة برشلونة وكان برشلونة قد خسر أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية والثلاثين من الليجة وبحسب تقارير صحفية طلبت تشافي الاجتماع لمناقشة مستقبله مع الفريق في الموسم المقبل وأكدت تقارير أخرى استعداد تشافي للبقاء مع برشلونة على الرغم من إعلانه سابقا عن رحيله بنهاية الموسم الحالي أسفرت قرعة دورة مدريد لكرة التنس عن غياب أبرز نجوم اللعبة الصربي نوفاك جوغوفيتش وكان من المفترض أن يشارك جوغوفيتش في هذه الدورة التي أحرز لقبها ثلاث مرات لكن اسمه لم يرد في القرعة التي سحبت اليوم ليغيب بالتالي عن الدورة الثانية على التوالي بعدما فضل أيضا عدم المشاركة في دورة برشلونة استهل بوستن سلتكس مشواره في الدور الأول من بلاي أوف في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على ضيفه مايامي هيت بنتيجة 114 نقطة مقابل 94 نقطة حسم سلتكس المواجهة الأولى من أصل سبع مواجهات ممكنة من دون عناء بعدما سيطر تماما على اللقاء حتى وصل الفارق إلى 34 نقطة في الربع الأخير في لقاء تألق فيه نجم سلتكس جيسون تيتم بعدما سجل 23 نقطة مع عشر متابعات ومثلها تمريرات حاسمة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار رياضة عودة إليك شكرا لك سميحة أما الآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق أشكر الأنقابع قغل جيد شكرا لك هذه المشاهد والشك leftover ألم فائم دون المشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة